من بغداد الباحث الأمني والاستراتيجي سيد جاسم حنون سيد جاسم يعني بعد تفجيرين في ديالة ربما كان فيهم تفجير أودى بحياة 120 شخص ها هي مدينة الصدر تشهد هذا التفجير والفاعل واحد داعش وبالتالي نسأل ماذا تريد داعش في هذا التوقيت في ظل خيارين ربما هناك إصلاحات تحلث في الداخل العراقي وهناك خطة لضحضها من المناطق التي تسيطر عليها شكرا جزيلا طبعا داعش دائما تبحث عن دائرة الحرب الإعلامية وهي لا تبحث كثيرا عن المساحة الجغرافية التي يقول البعض عنها أنها وضعت يد في بعض المناطق لكنها دائما تبحث عن المساحة المذهبية والطائفية والمساحة الخلافية السياسية هذا الذي تبحث عنه داعش في مثل هذه المناطق عندما نشاهد بعض الانتصارات التي تتحقق في جبهات القتال أو في مسارح العمليات نشهد هناك عمليات انتحارية تحدث في مناطق سكنية لعدة أسباب السبب الأول فتح جبهة أخرى لداعش فك الطوق الذي تحاصر به في بعض المناطق ضعاف الروح المعنوية للمقاتلين من أهالي تلك المناطق أيضا إيصار رسائل لا جمهورة ولا أتباعها بأنها لا تزال باقية وتستطيع أن تتحرك وتستطيع أن تضرب أهداف مدى تشاء وتحدد التوقيت المناسب لها القضية هنا ليست بما تمتلكه داعش من استراتيجية في مثل هذه الظروف القضية هنا تنشط إلى ثلاثة جوانب الجانب الأول ضعف الجهد الاستخباري وعدم إجهاض العمليات في وقتها المبكر يعني في حال انطلاقها وإعدادها في مكاناتها عندما تصل إلى أي مكان ما وخصوصا عندما يقودها انتحاري قد حققت الهدف إن كانت على سيطرة عسكرية أو إن كانت على منطقة مأهولة أو إن كانت على مطعم شعبي أو على سوق هي حققت الهدف الذي تريد منه داعش أن تزعزع ويعني تزرع الخوف والرعب في تلك المناطق وهذه الطريقة الأولى التي تمهد إلى وصولها إلى المناطق عندما تذهب بهذه السيارات هي تذهب برسائل القضية الأخرى التي يتبنىها داعش هناك اتصال له مع بعض الجيوب في تلك المناطق عندما ينتكس في مكان ما يحاول أن يظهر قويا في مكان آخر أي أنه يحرك هذه الجيوب من أجل ضرب المناطق والمدنيين والمناطق المأهولة والسوق المرة والجنب الأهم التي أنا أذهب باتجاهها وهي قضية الأصلاحات السياسية شهدنا هذا الأمر عدة مرات في العراق عندما شهدنا محاربة على الفساد عندما اختلفوا بعض السياسين على بعض المناصب المهمة في الدولة نشهد مثل هذه الأفعال تتصاعد واليوم السيد العباد يقوم بحملة إصلاحات كبيرة والبعض لا يرق له هذا الأمر ويعتقد أنه سوف يصل إليه هذه المسائلة وإلى المسائلة القانونية ونقدم إلى العدالة أنا باعتقد أن هناك أطراف وهذا الوضع الأمني هو المطلب هناك علاقة بين هذه الضربات وبين الفاسدين في الداخل العراقي أو فاسدين ربما في الواقع السياسي بشكل كامل سيد الفاضل لا يرد القراءة موضوعية لهذا الموضوع داعش قسم منها كبير يغذى من قبل المال المسروق والقسم الآخر يعني يسلح من قبل السلاح المنهوب والذي يترك من قبل القوات العسكرية في بعض المناطق وبعض القيادات الأمنية الفاسدة وبعض القطاعات التي تتعامل معها هناك كثير من العوامل بهذا الموضوع أغلب القوى السياسية ترتبط مع داعش فكرا وسلوكا لكنها لا تستطيع أن تجهر هي تنتمي إلى جندات خارجية وتطبقها بشكل كامل هي تبحث عن مشاريع قد تنسجم إلى حد ما مع داعش هناك زواج منقطع ما بينها وبين الجماعات المسلحة في العراق وبعض الأنظمة والمؤسسات التي حلت بعد عام 2003 والبعض الذي مشترى من قبل المال الداعشي الذي ينهب من الخزينة العراقية كل هذه العوامل تؤدي إلى وجود مثل هذه الثغرات ولا كيف تحصل مثل هذه الأمور يعني اليوم السيارة التي دخلت في حي جميلة يعني أنا باعتقادي هي إبادة جماعية يعني ليست هي بتفجير تفجير كبير جدا أو دا بحياة 90 وجرح 200 وهي دخلت من داخل المدينة ومن داخل بغداد لم تكن هي من خارج هذه المدينة سيارة بهذه الزنة أربع طاني وبهذه الحمولة تصل إلى هذا المكان وهذا المكان المرة الثالثة يحصل بهذا التفجير أنت قلت ضعف الجهات الاستخباراتية سيد جاسم أنت قلت نقطة مهمة جدا وأنت تؤكدها دائما في كلامك الآن هناك يعني أنت قلت هناك ثغرة في الأجهزة الأمنية العراقية وربما ليست ثغرة هناك تواطئ هكذا فهمت من كلامك ولكن ضعف الأجهزة الاستخباراتية ما الذي يسيطر الأجهزة الاستخباراتية والأجهزة السيادية في الحكومة الآن ما هذا سؤال مهم؟ سيدي ما دون مضلة المحاصصة عندما شهدنا هذا الوبال الكبير الذي حل بالعراق قضية المحاصصة شهدنا بعض القيادات التي وصلت إلى مناصب مهمة بالدولة أما بشراء هذا المنصب أما باسم المحاصصة السياسية أما باسم التوازن الاسم المنمق الجميل الذي شهدناه في الأمس القريب كان يحصل البعض منهم لا يمتلك القدرة على إدارة نفسه لكنه يمسك ملفات خطيرة وكبيرة جدا داعش عدو كبير داعش عدو ليس متأثر بحدود وبجغرافيا وبوطن اليوم منتشر في 28 دولة نحن نتعامل مع داعش كأنه عدو محلي لا نزال نتعامل مع السيطرات تفتيش مستمسكات داعش يستطيع أن يجرم المستمسكات ويستطيع أن يعبر السيطرات ويستطيع أن يفخخ في داخل المناطق ويستطيع أن يشتري ذمم ويستطيع أن يتعامل مع المجرمين لديه الأدوات مباحة بشكل كامل ولا نزال نحن في عقلية متخلفة بالنسبة لجهد الاستخبار لا نستطيع أن نتعامل مع الدول أخرى لا نستطيع أن نسبق المعلومة لا نستطيع أن نجهد الفعل كل الأفعال نعمل على عملية رد الفعل كل قواتنا الأمنية والعسكرية اليوم تعمل على عملية رد الفعل لكن داعش عندما هزمت في المناطق التي شاهدناها في جبهات القتال عملت بطريقة الفعل وليس رد الفعل يجب علينا أن نبحث أين تفخخ السيارة أين المظافات من أين يأتي هذا الانتحار ما هي وسائل الإعلام كيف يمول هذه الأسباب والعوامل التي من الممكن أن توئد تفجير جميلة ومن ثم التفجيرات الأخرى التي حصلت في ديالة وقبلها ونحن نتكلم عن 65 ألف تفجير منذ عام 2003 ولحد هذا اليوم تحت مسميات عدة تنظيم القاعدة لكن عندما نريد التبرير ينسب إلى الخرق الأمني وضعف الأداء سيد جاسم في نقطة أخرى وهي القوات العراقية التي تحارب داعش في أماكنها بالبراميل المتفجرة يعني قضية أن تخطئ الأهداف التي تريدها وتسقط على مستشفى تسقط على أحياء سكنية وغيرها مسألة مضحكة ومبكية في أن واحد هل الأمر بهذه السزاجة بهذه البساطة أن تحدث هذه الأمور من القوات العراقية التي تستهدف داعش؟ لا سيدة القضية مختلفة أنا تابعت هذا الموضوع بشكل دقيق جدا داعش قبل فترة من الزمن كان يشك ببعض الأهالي وبعض الأفراد الذين يتعاملون مع القوات المسلحة ووجهت له ضربات قوية وموجعة يعني انظر إلى مركز التفقيق أكبر معمل للتفقيق كان في الفلوجة قد ضربه من قبل قوات التحالف مركز جناد الذي هو يعتبر مركز القيادة والسيطرة للجهد الاستخباري في كل قاطع عمليات الأنبار وليس الفلوجة مركز يعني إدارة الصراع في تلك المنطقة الولايات السبعة ابتداء من القائم والبعاج ونزولا إلى القرمهم كل هذه المناطق هي كانت من هنا تدار بدأ يفرض حالة يعني حضر التجوال على الأهالي منذ السادسة عصرا حتى فجر اليوم التالي لكن هذه لم تنفع بدأ يستخدم هذا الموضوع طبعا لتغيير مواقعه لأنه بدأ يتوجه له ضربات قوية جدا ووجه الضربات في حين الزال والجولان والعسكري والصناعي لكن بدأ اليوم عندما يشك بشخص إذا سمحت هذه النقطة المهمة التي وصلت لها عندما يشك بشخص أو عائلة تتعامل مع القوات العسكرية والأمنية يأتي بها إلى هذا المكان الذي يتوقع أنها خبرت عنه وهذا الأمر يجب أن يعالج بشكل دقيق لأنه بدأت هناك حالة من نضوج فكرة أنه يجب أن تضرد داعش من داخل الرمادي من قبل الأهالي أو لحالة من العصيان أو لحالة من التمرد أو إعطاء المعلومة للقطاعات العسكرية أو فتح ثغرة لها كي تدخل هي اليوم مطوقة لكن داعش بدأ يأخذ من هذه الورقة ورقة لعب قوية بهذا الموضوع طبعا وتحصل أخطاء أنا لا أتكلم عنه في هذا الموضوع بشكل كامل هناك حرب وهناك منطقة محاصرة وداعش تعلم سيدي ليس له معسكرات أو مثلا سيارات أو مثلا زين موحد وينتشر ما بين الأهالي والأسواق والناس مغلوب على أمرهم والحكم اليوم توقفت العمليات لمدة شهر لكن الحقيقة بدون جدوى أنا أتمنى أن تعطي فرصة أكبر وأن تعطي وقت أكبر لأنه قيمة الإنسان في الفلوجة وفي الرمادي وفي بغداد هي القيمة العليا قبل أن ننتصر يجب أن نحرر هذا المواطن البريء الذي يأخذ رهينة من قبل داعش سيد جاسم حنون الباحث الأمني والاستراتيجي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك